أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية لتنفيذ التوجيهات بشأن الدخول وخروج العملة جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقاوي المخلافي ورئيس أركان المحور اللواء عبدالعزيز المجيد لمناقشة الأوضاع والمستددات العسكرية والأمنية بالمحافظة وشاد الوكيل المخلافي بجهود الجيش وكافة الجهات الأخرى في عملية فتح طريق الكمب جولة القصر وإعداد الطريق وتجهيزه للمسافرين في وقت قياسي بدوره استعرض رئيس أركان المحور تقريرا عن الأوضاع الميدانية واستمرار الميليشي المدعومة من إيران باستهداف مواقع الجيش وإصابة العديد من الأفراد جراء القذائف خلال أيام العيد ومحاولات اختراق الجبهات وتصدى أبطال الجيش الوطني لهذه الهجمات وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتأكيد على استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والجيش والأجهزة الأمنية لما فيه خدمة المحافظة والحفاظ على الأمن والاستقرار اشتركوا في القناة